التقى رئيس مجلس النواب رئيس الجمعية الوطنية الصربية وأكد رئيس مجلس النواب رسوخة وتاريخية العلاقات المصرية الصربية في ضوء دورهم القيادي في تأسيس حركة عدم الانحياز مؤكدا ضرورة وأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الصربية من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية الصربية عن تهنئته بمناسبة نجاح مصر في استضافة أعمال قمة المناخ